اجتمع الرئيس عبد الفتاح أسيسي مع الفريق محمد عباس ساحلمي قائد القوات الجوية واللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمقدم طيارة بهاء الدين الغنام مديري مشروع مستقبل مصر هذا وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع قومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وذلك ضمن نطاق المشروع الأملاق الدلت الجديدة والذي يستهدف استصلاح أكثر من مليوني فدان ويعزز من استراتيجية الدولة لزيارة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة وأضاف متحدث الرئاسة أن رئيس السيسي تابع تفاصيل لأسير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع مستقبل مصر من طرق ناوة محاور وأبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء فضلا عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحليل ومحطات للفرز والتعبئة هذا وقد شهد الاجتماع وعرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية